مشاهدين الكرام مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الجوية لهذا اليوم الخميس 16 جنفي 2023 ولميز 24 ساعة الفارتة ونزول بعض الأمطار المتفرقة ولي كانت بكميات من بين مليمتر إلى خمس مليمترات بعين درهم من ولاية جندوبة في نفس المستوى أيضا بعدد من معتمديات ولاية الكاف من وسط الأمطار إلى مستوى الخمس مليمترات بالكاف المدينة وبساقية سيديوس في مليمتر وحيد بالوسطة من ولاية القيروان وأمطار في حدود الأربع مليمترات بتالى من ولاية القاسرين البارح شدنا أيضا بعض تساقطات الثالجية بالوسطة من ولاية القيروان بجبال دير ساقط سيديوسف بنسبة للكاف وابعين درهم من ولاية جندوبة ميزة تقصي اليوم نجم نخصها في 6 مرار درجات حرارة في مستوى منخفضة القصوى كانت من بين درجتين إلى العشر درجات بالمناطق الداخلية وأطفق نسبيا قرب سواحل من كانت من بين العشر إلى 15 درجة مئوية إضافة إلى نشاط الرياح بالمناطق السحرية بالمرتفعات وبالجنوب نوسط سرعاتها إلى مستوى الـ 40 والـ 50 كم في الساعة نجم نشوف أكثر خصيات التقص من خلال تسلسل سوى القمر نجم نشوف أكثر خصيات التقص من خلال تسلسل سوى القمر كنا معانين بتقص أحيانا كثيفة سحب بالشمال وبالوسط الغربي مع نزول الأمطار متفارقة سحو أيضا ببقية الجهات واستمرار نشاط منخفض لضغط الجوي على البحر الأيوني وليسهم في استمرار هبوب الاحلقية خلال الساعات القادمة بعض التساقطات الثلجية سجلت بالمرتفعات الغربية للبلاد إضافة إلى ذباب محلي في الساعة الأولى لنهار وجليدة بالنسبة ليلة القادمة تبقى مؤشرات وأمكاني التساقطات الثلجية مطروحة بقمم الجبال الغربية للشمال والوسط بالنسبة للأمطار قد تستمر في عدد من معتندية الشمال وتحافظ على سبغتها رعدية بالمناطق السحلية الشمالية كمية طيبة قد تسجل في عدد من معتندية تجيئة الوطن القبلي صحه مرتقب بالوسط وبالجنوب وبالنسبة للملاحة والسايد البحر يستكون فيما تحذيراته باعتبار أن سرعة الرياح قد تصل إلى مستوى 60 كم في الساعة تبعا لذلك بحر يكون شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية درجات حرارة ليلة قد تتراجع لمستوى الدرجة تحت الصفر بالمرتفعات وأرقام تكون من بين 4 إلى 9 درجات ببقية الجهة خلال يوم الغد إن شاء الله نتوقع واستمرار نفس الخصيات الشتوية فرضية تساقطات الثلجية بالمرتفعات تبقى مطروحة وأمطار منتظرة بشمال ومحلية بالوسط ولتحافظ على سبغتها العادية بالسوحل الشمالية للبلاد إضافة إلى استمرار درجة حرارة في مستوى التعتبر أقل من المعادة العادية لشهر جنبي كرعادا قد منكم قراءة سريعة لدرجة حرارة قصوى المتوقعة بمختلف ولاية البلاد بطنس الكبرى قد نساج له 13 نتوقع تزيل 14 في نابل 13 في قليبيا 13 أيضا ببنزارة وبزغوان بمناطق الشمال الغربي درجة حرارة ظهران تكون في حدود 12 في تبارقة 13 في جندوبة 11 في سليانة 9 درجات بالكاف بمناطق الوسط قد نساج له 8 في تالة على بالقيروان 16 في جيت الساحل بسوسة 16 درجة 15 في المنستير 16 في المهدية بسفاقس بوزرقار نتوقع تزيل 15 درجة سليبوزيد 14 11 في القسرين وبمناطق الجنوب الغربي درجة حرارة ظهران تكون في مستوى 12 بيقاف نتوقع تزيل 14 في مستوى 12 بيقاف نتوقع تزيل 14 بيقاف مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربا درجة حرارة ظهران تكون في حدود 15 15 في مدين 13 في تطوين 14 برمادة بالنسبة للمياحة والسيد البحرية رياح تكون شمالية غربية بكافة المجالات البحرية سرعتها بالشمال بمنطقتها السيرات وخليج تونس تكون من بين 15 إلى 25 عقدة تصل إلى مستوى 35 في شكل هبات وبحر يكون شديد الاضطراب بخليج حمات وبجيزة السحل وصولا لمنطقة شبه رياح تتراوح سرعتها من بين 15 إلى 25 عقدة تتقوى في فترة ما بعد ذهر رياح تكون من بين 25 إلى 30 تتجاوز إلى 40 في شكل هبات وبحر أيضا شديد الاضطراب وبخليج جيابس سريح تكون من بين 25 إلى 30 تتجاوز إلى 40 في شكل هبات بحر شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة بسواحل السفاقس جيابس ومدين كل عادة قدموكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية بينما كثرت بعض أصحاب العابرة 14 درجة بدل البيضاء مع انطار تقسيكون نمطر بلجزائر أثناش نتوقع تزيل 16 بترابلوس بالخرطوم أجواء ما تنقل تصحب محرارة ظهرا في حدود 36 درجة بالقهرة قد نساجل 27 بالبقاء المقدسة بالمدينة منورة 30 ظهرا 25 بمكة المكرمة أمطر منتظرة بالدوحة 20 تقسي ممطر أيضا بأبو دبي بمسقة 24 سماء صافية بالكويت 18 أقل بأغداد 17 درجة وبالشرق الأوسط نتوقع عودة صحو الأجواء مجموعة من الصحب العبرة درجة حرارة ظهرا في حدود 16 بدمشق 22 ببيروت 18 بقدس الشريف أمطر قد نساجلوها بإسطنبول 12 درجة وبأوروبا برما نتوقع تزيل 11 درجة تقسي كون منطر حرارة في المستوى منخفضة بفيانا درجة واحدة 4 درجات مع ثلوج ببرلين ببريكسيل 5 بامستردام درجتان بجنب ثلوج أيضا ببريز أمتار في مارسيليا 9 درجات بمدريد وسماء صافية بلاشبونة تطور رضا الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة بالنسبة لنهاية هذا الأسبوع معشرات الأمتار تبقى بطروحة بالشمال وحاليا بالوسط أمتار تحافظ على السبغة العادية بالسوحل الشمالية مع أمكانية تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية للبلاد ببقية المجالات البحرية ودرجات حرار قصوى في أغلبها من بين العاشر إلى 15 درجة مئوية ويتكون في مستوى 6 درجات بالمرتفعات خلال يوم الحد تتوصل درجات حرارة في مستوى نسبيا مخافضة فرضية تساقطات ثلجية تبقى مطروحة بالمرتفعات أمتار ممكنة في عدد من معتمديات الشمال تقصحيانا كثيفة سحب بالوسط وبالجنوب الرياح تتوصل في أغلبها شرق الشمس إن شاء الله يكون في الساعة 27 و25 دقيقة غروبها في الساعة 5 و39 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمهد الوطني لرس الجوي موقع الويب www.m2.n رقم الموزع الصوتي وتتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهد أوقات سليط بمدينة ونصف وما جورها اليوم الغد ستصبح بداية 155 دقيقة الجمعة من تصف نهر و39 دقيقة ستلعسر في الساعة 83 دقيقة ستلعسر في الساعة 45 دقيقة وسألت العشاء بإذن الله في الساعة 7 و9 دقائق هكذا نكون وصلنا لخطمة نشرتنا ختاما شكرا على حصم وتابع الاهتمام إلى اللقاء